سئلة قد تبدو انها ممكن تخليك تخرج عن شعورك او تركيزك هم قصدين هم فاهمين انا هطلعك بره المباراة تلاقي سؤال مثلا يتسئل ليه مارس الكولر انت الفرقتك المباراة اللي فاتت اللي هي مباراة الزهاب كان عندكو خطأ فادح جدا تسبب في هدف للوداد فمارس الكولر بمنتهى الزكاء مارس الكولر ليه فقرة لوحده النهاردة مارس الكولر بمنتهى الزكاء يرد يقول اي فريق في العالم بيبقى اثناء المباراة عنده اخطاء ولو اعتبرنا انه ده خطأ تسبب في هدف ضدنا فالوداد دخل في مرموهم هدفين يعني اخطاءه في المباراة كانت اكتر وهب وسكت قالوا له بس خب بالك جمهور الوداد هيمنى المدرجات وجمهور الوداد هيكسب الوداد وجمهور الوداد هيكون له عامل السحر في هذه المباراة قال لهم احنا نحب نشوف الجماهير نستمتع بالجمهور الوداد وكده كده المباراة بين 11 لعب و 11 لعب في ارض الملعب ما هو خارج المستطيع اللي اخدر احنا ملناش علاقة به ما بيأثرش فيه بلا ولا بيضغط علينا محمد الشناوي تسأل برضو كان رده زاجي جدا الوداد بيمثلكم عقدة حد من السادة الصحفين المحترمين بيقول لكابتن النادي الاهلي النادي الاهلي كبير الكارة الافريقية صاحب اهم واكتر البطولات في الكارة الافريقية بيقول له الوداد بيمثلك عقدة عشان كان الوداد كسب الى الى في Fainal 2017 وكسبه في Fainal العام الماضي فمحمد الشناوي قال احنا الاهلي ما منبصش للماضي ولو بصينا للماضي فهنبص على 10 بطولات كسبناهم في دورة ابطال الافريقية قبل 11 طبعا 10 بطولات كسبناهم في دورة ابطال الافريقية بس هنبصش للماضي احنا الاهلي نبص على اللي جاي على بكرة في ايه هنكسب ايه بكرة مش بنبص احنا كسبنا ايه رد في منتهى الروعة والزكاء من محمد الشناوي